أعطيكم ألف عافية شباب وأهلم فيكم في اللاب السادس لمادة VHDL في هذا المعمل زي ما عملنا في المعمل اللي فات راح نغطي شغلات من شبطة 8 و 9 و 11 و 10 احنا بالأغلب غطيناهم قبل هيكا حكينا عن sequential circuits حكينا عن state machines حكينا عن هذه الشغلات بس هاد المرة حنا نطلع شوية شغلات اللي كتاب تذكرها من الأشياء المهمة جدا وراح نطبق مثال عملين يعملوا بالأغلب يعني مثال بسيط راح تكون يعني على أجل احنا بنتعلم VHDL بس لحتى الآن لو واحد قال لي عمل لي سبحة الكترونية بعرف عملها عمل لي ساعة مثلا ممكن اتغلب فيها نطبق شوية مبادئ تعلمناها في the embedded systems كمان لأنه يعني بالآخر انت تتعامل مع hardware واحد ونبدأ بسم الله طبعا في الشبطر بس بعرفك على كيف انت راح تبني sequential design تبعك كيف بدك تعتمد على اللي بتصير معنا في اننا احنا من اعتمد على مقادة من gates وشغلات هكذا طبعا في البداية بدك يعمل معاك flip flips زي ما تعلمنا قبل هيك هيمعرف هنا عندك اللي هي راح تكون اللي هي راح تكون اللي لما يكون في عنا بناء على كل كل طبعا هنا مستخدم سنتكس حكينا عنه بس اللي احنا ما استخدمناش على السنتكس اللي هو كلوك افنت اند كلوك بتساوي واحد يعني صار في عندي تغيير في الكلوك والكلوك حاليا هي واحد فمعناتها رايزنج ايج منقدر نقطب رايزنج ايج منستديها كمثود وهكذا في الشبطر اللي بعده طبعا الكلام مهم جدا لانه هاده الشغلات هي اساس في المعمل كلامنا كله تافه وتطبيق يعني سهل جدا الكلام الفعلا مهم هو الكلام تبع الكتاب ليش لانه مهم بيمسك لك مواضيع حساسة ما بتحسهاش وانت بتبرمش يعني زي لما نحكي عن logical errors في البرمجة انت هالكتب ما بتشوفهاش الا لما فعلا تنقاض لهذا السياق اللي بيعطيك هذا logical errors بس في ال vhtl في عنا errors كتيرة مش بس عقد هاده الشغلات ليش لانه هنا انت عندك هاردوير بتعمل في عندك وقت في عندك شغالة زيادة طول السيكي يا شباب في ال هاردوير بيفرق معاك يعني اذا بتعرفه اذا انت مسكت اي شغل اي قطع من قطع الكمبيوتر وروحت شبكتها بسلاك بدل ما هي ملحومة على المباشرة على الماذر بورد شبكتها هيك بسلاك الاندكشن تبع الاسلاك هادولة اللي هو الحس اللي بصير هنا مثلا بمنع هاي القطع تشتغل لانه رح يصل هان البيتس بديليز عالية بالنهاية مش رح تكون التايمينج تبعكم كلهم صح وراح تغيى قيم البيتس بناء على طول السيكي فمثلا هاده الكلام لو كنت انت شغال على فريقونسي واحد كيلو هاتس ست عشر كيلو هاتس كذا ممكن يصبط يصبط عادي بس لو انت شغال واحد ميجا هاتس عشرة ميجا ست عشر رح تلاقي الكلام هاده كله بفشل طبعا هاده الكلام ما بتقدرش انت شوفه فعينك ولا حتى بتقدر تشوفه في السيميوليشن بس بتشوفه وبتفهمه من كيف الناس تطلع على هاده الاشياء في شابتر تسعة بشابتر تسعة اللي معلم يعني عندكو قليل بس مهم جدا ليش لانه هانا بتطلع على هزردس وشغلات بتصير مع الناس اللي بتعمل ديزاين ما بياخدوا لها بال زي مثلا لما انت تعمل بس تكون تستخدمها بطريقة غلط فبتصير انت عندك مثلا لستيت تيجي مرة واحدة عندك تعد العشرة عند التسعة مفترض تعمل ريسيت فانت از عملت عند التسعة ريسيت فهو مش رح تبين عندك التسعة الا كلوكة واحدة اول ما تصير التسعة بعدها رحين عامل ريسيت فمش رح تشوفها اصلا الا مدة زيرة جدا وهكذا لو حطيت على عشرة عند العشرة رح تصير عندك في المثال هانا بحكي لو انت حطيت عند العشرة العشرة رح تطلع عندك في مرة من المرات طيب ايش المشكلة لما تطلع عند العشرة مرة من المرات لو انت كان في عندك اوتوت معين باعتمد على الارقام من صفر لتسعة وكان في عندك اوتوت عشرة حتى لو كان لربع كلوك بلس هذا رح يسبب لك بسبب لك هزردس لانك مش متوقع هذي طبعا بعد هيك بحكي عن مشاكل ثانية زي المسيوز في غيتهد كلوك الغيتهد كلوك يا شباب لما انت يكون عندك كلوك في سيستم سينكروناس هاي عندي اكتر من ديفايس واكتر من رجستر واكتر من شغلة وكلهم لهم كلوك لو انا كنت ما شابك هاي الكلوك هيك او هادي شابك الكلوك في اند جيت جاي من هنا او طالع هيك وهادي الكلوك ما خدها على اند جيت مع اور جيت بتيجي من مش عارف وين وشابك هانا هادي يا شباب جيتة كلوك يعني الكلوك هاي ما بتيجي مباشرة على السيستم تبعي طبعا في السيستم نفسه بتكون انت حاسب حساب الكلوك واش فيه شغلات بتصير عليها بالاغلب غلط انك تعمل اصلا اي اشي على الكلوك بس لما يصير فيه عندنا سيستم ساي هيك يا شباب ايش المشكلة ان احنا متكونوا بصمامين هذا الكمبوننت ومتوقعين شغلة معينة للكلوك تبعته او هذا الكمبوننت فانك تعمل الديلي هادا في جيتس او شغلة زي هيك راح يخرب السيستم كله ليش لانك مش راح تصير سينكت معهم الكلوك راح تتغير اف تغير بسيط في وقتها بين كل منطقة والتانية وهذا الاشي راح يعني يعملنا ديزاين سيكونشال تافه جدا طبعا في ديزاين زي هيك للسهولة ولشغلات معينة يعني مرات اذا بدك تعمل الجوال من اللي بيغنوا هدولا ما بتطلعش على كل الهزردس يعني اذا العلب وبطل يغني صار يفتح اغنية تانية غير اغنية اللي المفترض يغنيها فياني مش هالاشي العظيم جدا اصلا بتعمل انه الكلوك يكون فيها خزردس في الاشياء هادئ للراندومنس زي مثلا مثال لو احنا بدنا نعمل كيوب هيك وفيه هانا لدات نعتبر هيك اللدات تابعونا وبدنا نعمل زي حجر نرد بعد من صفر لستة وبدك تضول لدز هانا فيه شغلة معينة تنعمل عشان دك تعمل مثلا رقم راندوم لو انت عامل بكلوك عندك هانا نفترض سرعتها ستة وثلاثين كيلو هيرتز وبناء على هاد الكلوك انت بتزود الكاونتر صفر واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهكذا هالجيت لما يدعس المستخدم على الزر هادا مثلا كان انت بتروح بتعمل كابتشر للفاليو اللي هانا هالجيت طول الداسة تابعته والوقت اللي هو رح ياخده وياخده من انه يدعس هانا ويطلع الفاليو اللي جاعدة بتعد هتكون راندوم بالنسبة لليوزر لانك انت هتمسك مثلا هذا العداد هيكون كبير ونت تروح تعمله تغيره وتطلعه مثلا بس من ستة مد ستة مد السبعة تمام هالجيت فيه شغلات مثلا بتصير غير هيك انك مثلا انت بدك تصير لك تبعتك ما تعملها انابل اصلا غير ما اليوزر يدعس ليش خلص عشان ببديش اخليها تضيق كهرباء هانا مش راح تكون انها فيها اي مشكلة يعني ليش لانه انت بالاخر اللي بدك يا مثلا انك تطلع اشي راندوم دعسة اليوزر اصلا طولها راندوم ممكن يدعس مدة صفر فاصلة واحد سكند ممكن يدعس صفر فاصلة اثنين سكند وهكذا فالقيمة تبعت الكلوك وقدش سرعتها وقدش بزيد على الرجستر الكاونتر هادا عشان بالاخره طلع مثلا الحجر النار دي الراندوم اللي بيطلع عندي عشاشا مش مشكلة كبيرة بالنسبة لانها بس ازا انت مثلا انك تعمل system tickets وقاعد بعد tickets واحد اثنين ثلاثة اربعة وبيطلع على الشاشات tickets وبيطبع على المستخدمين tickets كل ما يدعس على زر طبعا تعمل في الانبيدات systems احسن بس لو بنا نتطلب منو نعمل في البيئة htl موضوع انك مثلا تسيب الكلوك هيك بتنعمل بنعملها drive من inputs من user او من شغلات تانية عندي في السستم غلط تام لانه راح تخربش كل السستم تبعك في شغلتات حاكي عنها المسيوز في drive clock اللي هو الكلوك يا شباب اللي بتكون معمولها drive من clock تانية عندي يعني اذا انا مثلا عندي زي هانا مستخدم مثال الساعة راح يعملوا بطريقة تانية بيخلي الساعة لما تعد بعد مثلا ما تصل لستين ثانية تعمل drive لقلوك تانية اللي هي الكلوك تبع الكونتر التاني انك تعتمد على شغلة زي هيك ديزاين خاطئ تمام بس مش تماما لانه هو في فعلا مجال كامل ديزاين انك تعمل ديزاين زي هيك يعني انه مش كله مش فولي سينكرونس سيستم خلص كل شغلة شغالة لحالها بس طبعا عندك تضمن الهزارتس اللي بتصير معاك فه من النصائح اللي بتصير انك دايما مثلا تستخدم انك تعتبر انه الكلوك تبعتك الكلوك واحدة وهكذا يا شباب حتى في الكمبيوتر يعني في الكمبيوتر لما احنا نيجي مثلا نحكي عن السي بيو السي بيو مثلا ما قبل قاد من الكلوك واحدة الصراحة مع انه سيستم واحد بس متعمدين هما انه بالاغلب هانا عندك لو رحت على البيفورمانس هتلاقي انت لكل كور يا شباب مش عارف انا ما نجيبها هانا في الوندوس بالضبط بس كل كور يا شباب بيشتغل على فريكوانسي معين مش دايما كلهم شغلين على نفس الفريكوانسي يمكن اقدر اشيبكم اياها من هنا يمكن هذه الثلاث رأس تضبط بس لو احنا اطلعنا هانا هتلاقي عندي السي بيو كله شغال على كلوك واحدة بس كل كور يا شباب بياخد برسنتج من اللي كلوك هادي حسب هو ايش اللي شغاله حتى بتلاقي هانا مش وضع هاندي كتير برضو في الثلاث الاستوب بس لو شفنا برنامج تاني لشغلات زي هيك اعملنا ايش اللي عندها هتلاقي فيه شغلات مختلفة في اماكن معينة كمان القطع المعينة التانية اللي مثلا اللي كلوك تبعت السي بيو بنعملها درايف كلها من كلوك واحدة بعد الكورز بتصير بتتحكم فيه كيف اللي كلوك تمشي فيها بناء على شغلات معين عشان الاساس تبع توفير الطاقة انك انت تشغل كورز وتسكي الكورز بناء على انت ايش بدك الرمات مثلا بشتغلوا على كلوك مختلفة تماما الجي بيو بيختلف على بشتغل على كلوك مختلفة تماما طبعا هذا بوفر لنا ميزة اه اوكيي السيستم تبعنا صار مش فولي سينكروني السيستم بس الكميوتر بنفعش يكون فولي سينكروني السيستم ليش لانه اذا انت عملتو زي هيك دايما هيكون بيسحب اعلى طاقة ممكنة بس لو احنا مثلا فصلنا كل واحدة من هدولا الجي بيو هتلاقيه مثلا لما يكون شغال انت في جيم او في اشي معين تبعته بتكون عالية جدا السي بيو لما يكون جاعد بيعمل شغلات زي هيك وشغال مية بمية هتلاقي الكلوك تبعته اعلى الرامب الاغلب هتكون شغالة على نفس الكلوك بس بتضلها في عندنا مشكلة واحدة انه التواصل لما يصير في عندي اكتر من الكلوك ماسك الموضوع تواصل بصير اصعب بتصير انت بدك تكون راكن على التواصل هذا انك تعرف اول اشي كيف تحكي مع بالسرعة الصحيحة مع كل قطع من القطع هدولا كيف ممكن مثلا تعمل انت درايف لك لك معينة تاني عشان تعمل بينهم وهكذا بس بالكمبيوترات مثلا ما يعتمدين على معينة 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 يعني هذه الشغلات مثلا بلاحظه في الانظمة الكبيرة في الانظمة الصغيرة مثلا ما تتشت حكي عن راوتر بالاخر خلاص يعني هو كل الراوتر هيكون شغال على الكلوك الوحدة كله هو ما بلزموا اي شغلة ثانية غير انه مثلا كلوك معينة يمكن للسي بيو تبعه عساس يعمل شغلات معينة تانية وكلوك تاني يمكن بس للبريفرالز او اشي زي هيك وهكذا وبيضلو شغال عليها طبعا هادي من الشغلات اللي برضو منشوفها واحنا مندرس امبيدد سيستمس كيف انه احنا عنا ماستر كلوك بتسوق كل المايكرو كنترولر بس لبريفرالز هدولا ممكن ياخدوا مسار اخر في الكلوك هادي الماستر كلوك تبعتنا بانهم يعملوا لبريفرالز هادي القيام معينة تانية تمام نيجي على شبتر عشرة ونشوف ايش الشغلات اللي بيحكي عنها بحكي عن principles and practice لل finite state machine زي ما حكينا كابل هيك في اللابت الرابع انه كيف انت بدك تعمل finite state machine كيف بدك تكودها كيف بدك تطلع على هذه الشغلات طبعا finite state machine شغلة اخذناها في ديجتال ديزاين مش محتاجين انه نراجع عليها كمراجع نقول اه والله سيركل معناتها state ال arrow معناته transition هانا بطلع عندي ال condition هانا بطلع عندي ايش ال values اللي بكتوبة عليه ال output وهكذا مش راح نحكي عن ال asynchronous او المورو والميلي state machine هادا كلو شغلات اخذناها راح نكتب كود حاليا هالجيتها عساس نبدأ نعمل ال clock لائلنا تكون عبارة عن ساعة الساعة هادي ديجيتس تكون فيها شاشة شاشتين تلاتة اربعة خمسة ستة هادا ال clock يا شباب اي هادا ال clock تبعتنا راح تعد ثواني طبعا من ستين ثانية وتعد دقايق ستين دقيقة وتعد ساعات من اربعة وعشرين ساعة لما نيجي نطلع في الديزاين ككل راح نقسمه لجزئين اول اشي جزء ساعة بس ساعة بتعد و جزء الثاني درايفر للشاشات هدولة هنحكي ليش نقسمه لجزئين نستخدم درايفر بس عني زنكم دقيقة و جاي طيب يا شباب نبدأ كنت جاعة بعمل في المشروع هاي بدا سمي المشروع لها بستة next next finish نسيت اختار القطع كنة الاغلب طيب ايه هروح على نيو في اتش تي الفايل اوكي لايبراري اي تريبل اي يوز اي تريبل اي دوت اس تي دي لوجيك واحد واحد ستة اربعة دوت اول بعديها نكتب انتيتي لاب نتبع كونفنشنة بانتيتي لاب ستة از بورت و نبدأ نعرف ايش في عندنا شغلات end entity و نبدأ نقول انه عندي في البورتس هدولا حاليا الكلوك تبعتي بديش اخليها خلينا نعرف top level entity تبعيت ما نسميها لاب ستة بس لاب ستة بس لاب ستة عشان ابديين top level entity تبعيتنا لاب ستة بالبورتس هانا بدي ابدأ اشتغل على نظام لكلوك نفسه لو انا عندي كلوك بدي اعد فيها بدي اعد كل ديجيت لحال لاني بديش اعد ارقام واقعد احولهم لا بي سي دي تمام طبعا الان اللي نسى ليش بي سي دي بي سي دي هو بايناري يا شباب بس الفكره انه بس من سوف يكون لدينا ديجيتس سوف يكون لدينا واحدة نسميهم هنا S1 S2 M1 M2 H1 H2 حسنا لما نبدأ فيهم سوف نقول إذا هذه PCD فمعنطة بدي أربعة بيت مستحيل أخذ أكثر لأنه خلص يعني من صفة إلى تسعة هيكون بيكفلني أربعة بيت الانبوت تتبعوني أول حاجة عندي nstd logic بدنا نفترض أنه هذه this clock should be should be 1 kHz هيسأل واحد منكم ليش واحد كيلو هرتز طبعاً قال لي لو انت خطرت باش مهندس واحد هرتز يعني حسن كل ما تيجي clock تعمل ثانية خلصت الموضوع تزهجنيش طيب المشكلة هانية شباب انك انت كل ما رفعت كل ما سحب الطاقة وكل ما زدت الأكيروسي كيف لو احنا حكينا ان احنا عنا 1 kHz طبعاً لما تشتري component او تشتري تعمل كلوك تبعتك مش هتيجيك 1000 Hz زي ما انت متوقع راح تكون مثلاً نقول 950 Hz يعني راح تكون الثانية انه بتساوي 0.95 ثانية طيب لو انا قلتلك بدنا نشتري كلوكة 10 MHz او نعمل كلوكة 10 MHz وكان فيها هل قد تعطيني 9 9 8 1 1 1 مثلاً او ما بعرف يعني الرقم اللي انت بتحبه وهذا حطها نصفة مثلاً هل قد تعطتنا لانه كل مرة اصلاً هتشغلها تعطيك رقم مختلف يعني لو انا قلت 1 1 9 8 1 2 1 2 هيك انا كاتب 11 ميجا هرتز هيك انا 11 ميجا هرتز هل قد لو انا كان عندي 12 ميجا هرتز هي 1-2-3 1-2-3 راح انا ااخد accuracy هل قد الثانية تبعتي راح تكون هل قد قيمة accuracy تبعتها تمام؟ بس في المثال تبعي 1 كيلو هرتز لو انا بس ماخد 950 هيكون عندي هل قد accuracy تبعتي في الثانية مع انه هنا في فرق اكتر في قديش احنا نزلنا عن اللي اللي المفترض نطلحها لانه هنا نزلنا حوالي اكم 2000 بس هان نزلنا بس خمسين بس الفكرة انه اللي 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 العالية تبعتي تضمن لي انه انا بالاخر لما مثلا بد احسب شغله في وقت دقيق انه يكون التكسيم وحاصل التكسيم دايما ابقوا اقرب للواعد الصحيح من لما اخوا اللي 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 صغيرة طبعا هنا نفترض يعني جدلا بس لانه هالجيت هذي نعمل سيميليشن وهتكون واحد كيلو هيرتس مية بالمية وفيش مشكلة لو بدنا مثلا نعملها وان ميجا هيرتس ونشتكل على هذا الاساس برضو فيش مشكلة خلينا نعتبرها وان كيلو هيرتس تمام الكلوك تبعتي بدهاش انابل دايما هتكون انابل او لا ممكن نعملها انابل اذا بتكون نعملها كمان الضرار ضبط عالي جدا بس خلينا هالجيت نقول انه بس بشكل بسيط عندي كلوك بتخلي هذي الكلوك واحد كيلو هيرتس ريسيبت ان استي دي لوجيك هذي بس بتعمل ريسيبت نعمل هانا نقسم كولون سيم كولون بعدها راح نبدأ نشتغل في الاوتوتس تبعون البي سي بي اللي هو اس واحد راح يكون اوت استي دي لوجيك فيكتور ثري داون تو زيرو وهكذا لا اس اثنين واس ثلاثة و اس اثنين 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 هذي هتكون منتس واحد منتس اثنين اوارز واحد اوارز اثنين طبعا لو واحد هذا بده يطلع فيها راح يعرف انه انا ساعتي قاصد فيها انه اعرضها كساعة ديجيتال وعرضها مباشرة بس لو انا بدي اعمل ساعة مثلا بتعرضش زي هيك بشكل مباشر مثلا تبعث لسيستم معين مش لازم انا اعتبر انه هانا بتطلع عندي بي سي دي لا اعتبر انها بتطلع بايناري وفيش اي مشكلة هانا بد اقول تصبح طبعا صحة تصبح طبعا كتبت غلط انصال مجل مستدع حاليا يا شباب لو احنا نطلع بدنا في الكل الامثلة تبعت كيف هو بشتغل راح تلاقي انه هو بستخدم نظام معين يعني ما بروح يبدع من عنده يعني يكون مثلا اعتمد على ان يخزن سيجنال للنكست ستيت لانه هذا هو الطبيع وسيجنال للرجستر الحالي وبعد هيك يلعب يحط في الرجستر من النيكست ستيت ويعدل في النيكست ستيت بناءا على ايش هنموزل عندي طبعا لو احنا اول اشي بدنا نعملو ان نعد ثواني منقدرش نعد ثواني في الون كيلو هارت سبعتنا لازم نعمل شغلة تعدلنا لألف وبعد ما تعد لألف بعدها نبدأ نعد ثواني لو انا بدي افتح الكالكولياتور و اقول انه الالف اكمندشت باينري بدها بدها واحد اثنين ثلاثة باربعة بدها نعتبر يعني احنا ممكن نعتبر بس لحد هنا الرقم يعني اربعة تمانية عشرة عشرة بتس وخلصنا ممكن نعتبر ناخد كل التلاثة بتس هدولا ونشخلع اساسهم زي ما احنا بدنا يعني انا بالاغرب ما بديش لأ لها الدرجة هقول اول اشي مثلا كاونتر عبارة عن استي دي او مش استي دي لوجيك بديش هدجت استي دي بدي اقول يوز استي دي ممترك استي دي ايوه استي دي ايوه استي دي ايوز اي تريبل اي دوت ممترك استي دوت اول حاليا استخدمت اللايبر تبعه نمريكس الارقام فانتاكد مية المية بدي اعتبر انه هذا عندي عدد انسايند انسايند في شي خلاص بكتبوه انسايند معلش ما المرض قدش طوله قلنا عشرة بت يعني تسعة داون تو زيرو تسعة داون تو زيرو حاليا في الكاونتر تبعي هقول انه حاليا اعمل نعمل الاسp kolay ثم اعمل بروسس كابتال طبعا هجيت بدينا بروسس لما نبدأ بروسس معناتها بدينا احنا بشغلنا اللي بلي قدر نكتب فيه وشغلات زي هيك. لو انا قلت اذا فيه عندي في فمعناته اللي انا بدي اعمله كل اشي في اللغة نفسها بدي اكتبه كابتال بدي اقول انا اذا في صار عندي بدي اقول انه الكاونتر تبعي equal counter زائد واحد حلو فهيك راح اعد الكاونتر لواحد زيادة مية المية هلقيت في المنطقة هادي انا بدي اعمل ريسيت للكاونتر عساس انه لو كان في عندي ريسيت اعمله ريسيت اذا اذا فيش عندي ريسيت فبعملوش ريسيت طبعا بدي اعمله ريسيت عند منطقة كمان معينة لها لما يصلى الالف يعني بلزمنيش اعد بعد الالف انه خلق انتهى يعني اش بدي فيك بعد الالف فبدنا نعمل حسابنا للريسيت تبعتنا الريسيت في عنا طريقين يا اما راح نشتغيلها السينكروناس السينكروناس يعني هقول برضو كون سنسيتف عالريسيت تبعتك واقول له اف اف اذا ريسيت ايكول ايكول الواحد راح نقول ذن اللي هو الكاونتر راح تساوي زيرو هلو طبعا راح تساوي زيرو هادي اذا كانت وهذا بدأت تصير الف تمام هادي يا شباب اذا انا بدي اعتمد انه ريسيت السينكروناس السينكروناس يعني ما بتعتمد عليك لك ايش مصارى عندي انا انتهى ما بعتمد عليك لك اذا اجاني ريسيت ايو الريسيت انتهى الموضوع فش نقاش اذا انا بدي اعتمد انه ما بديش اياها زي هيك فانا ممكن اعمل الاف هانا ممكن اعملها برضو في جملة وين يعني وين ريسيت وين ريسيت ايكول زيرو زيرو راح اخليها اضرز بدها تساوي زيرو اضرز هنعملها هيك نطلع على السينكس يوس تمام هلقيت يعني انا اذا عملت ريسيت راح يكون عندي في الريسيت هتكون قيمة واحد فمش هتكون بزيرو فراح يخلي ليها بالصفر طبعا وغير كذلك انه انا بدي اعمل ريسيت برضو لما اصل للالف فمعناته مش منطق بس افحص انا اذا هيك وإلس بس هيك لا بدي اعمل انا مثلا اذا ريسيت كانت بزيرو او انه ريسيت او العدد كان الف بدي اعمل ريسيت هجلب ممكن اعملها طبعا بنفس الطريقة هقول اذا ريسيت بتساوي زيرو او ميل الكاونتر ايكول الف هيكون الكاونتر زائد واحد هيكون كله بصفار لما يكون الريسيت بزيرو او الكاونتر عندي اف صفار غير هيك راح يكون الكاونتر زائد واحد هو العدد تبعي لو احنا اجينا نطلع على هذا الديزاين تبعنا هاي سيف بدي اسميني لا اوكي نطلع ولو بدنا نعمل كده انه كمان فيش انه اي سنتكس ارور طبعا اول سنتكس ارور هان بيقول لك انه يا صديقي فيش سيمي كولون ااخر واحدة ونقول كاونتر اكسبيتين بيجين او او از كاونتر اوكي سيجنال طبعا يا شباب دي مش كاين سينستيب بس بناحول ان امظلة مع معاكم مبنشن معين استخدموا يعطيكم العافية يا شباب المشكلة كانت واخيرا لقيتها المشكلة يا شباب كانت انه الالتيرة ما بياخدش الوين إلس في البروسيس بالعالدك بياخدها عادي بس هنا بياخدها عاش فمش هنعتمد على الوين إلس هنقول إذا 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 زيرو الكاونتر ايكوال او الور هيك هتقولك كونتر ايكوال ألف معناته هيكون أنا عندي ريسيت ثم كونتر ايكوال يساوي صفر او او الورد صفر لأنه كلهم هنكونوا هين إلس 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 هيكون الكاونتر بيساوي كاونتر زائد واحد طبعا نقدرنا نعمل الزائد لأنه هذا معرف كرقم انسايند ونجرب نعمل وعرض يكون شغال هي شكله اشتغل هلقيت الفكرة عندي انه صار عندي الفكرة انه صار عندي يا شباب الريست تبعت بتعتمد على الكلوك اذا في عندي كلوك راح ينعمل ريست فهي سينكرونس ريست تعتمد على الكلوك واذا الكاونتر وصل الالف معناتها راح ينعملها ريست هلقيت هانا ايش المشكلة يا شباب انه الكاونتر وصل الالف انه راح يعد لحديد الف واحد ليش لانك لو انت عندك هيعد من صفر لالف هدول الف واحد رقم والالف راح تكون ظهر عندي فالمفترض اني انا اعمل ريست للكاونتر مش في الالف في التسعة تسعة تسعة لانه النيكست تبعته راح تكون لما انا الكاونتر تبعي بساوي التسعة تسعة 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 خلص انتهى الموضوع بالنسبة لي تمام نعمل كنبيل مرة تانية ونتأكد من انه الموضوع عندي شغال حاليا انا صار عندي البروسيس الاساسية بس خليني اطلع على الورنينكس اللي هانا انه طلع لي اه بس عشان فيه سيجنلز مش معموله مع اي اصصي هتك NeuTex بعد ان ما يخلص راح اعمل simulation BTL simulation لا أبيش RTL simulation 개طلب اقول PHTL اوكيييي Bird نعمل لان قبل شوية ما كملنا ونعمل مرة ثانية طبعا هالكتل راح نتأكد منه انه لما تمشي ثانية الكاونتر بعد من صفر لتسعة وتسعين بعمل رولباك ليش؟ لانه هنصير نعتمد على الكاونتر هذا نفسه عساس انه نعد الثواني تبعتنا واني بدأ نعرف السيجنال زياني واحدة واحدة للاشياء الموجودة عندي نعمل ونعمل ونعمل الوورك واللاب 6 هاي الستراكشور تبعتي نفن انه هاي الكلوك عندي والريسيت الكلوك والريسيت راح ارميهم هان راح ارميهم هان والسيجنال الداخلية اللي هي يارب تكون موجودة الكاونتر بس للأسف شكلها مش موجودة واحنا ما طلعناها على اي مكان طيب مش مشكلة خلينا نكمل في الكود ونشوف اذا بدنا نعد ثواني ونخلص من كل هذا موضوع ونلاحظ مع بعض هذا الشيء هلو اول اشي بدي لما عد انا ثواني او شغلة معينة بدي اعرف لهذا الاوتوت وهذا الاوتوت كل واحد ريجستر يعني بدي عمله ريجستر طالما راح اقول سيجنال مثلا اس واحد هيكون عندي ايش بساوي هيكون بساوي بقدر انا اقول انساين و عشان اصيل عملية الجامع والطرح اسهل عليه اني ازود واحد ونقص واحد وهكذا هيكون عندي ريجستر هذا كما هو موجود نفسه و اس اثنين بس في شغلة ثانية اذا احنا بنعمل ريجستر يا شباب لازم يكون في عندي مكان ان اخزن زي سيجنال عشان بعد هيك افاهم انه في عندي ريجستر فراح اعرف الهم لكل واحد برضو نيكست وهانا نيكست حلو لقيت في الكود تبعي في هذا الكود مش رح اطلع على اي شغلة غير الريسة و الكلوك ما بلزمني الشرط الثاني تبع اذا كاونتر كامبس اوي 9 وتسة 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 تسة 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 إذا في عندي الريسيت هذا الكاونتر اللي بيعدل ثواني اللي هو بيعدل من صفر لألف عشان أعرف إنها ثانية وأقسم لكلوك تبعتي هذه المنطقة راح تكون لباقي القصص تبعتي اللي هي الساعة الطبيعية جدا هلو أقول له إذا أنا في عندي الريسيت بشكل بسيط كل اللي بدي أعمله إني بدي أقول إنه الاس واحد ريجستر بدي يكون بساوي الصفر و الاس واحد نيكست برضو أنا بدي أصفره وعن هيك بصفره كرقم لأنه هذا معمول أنصاين و الاس اثنين نيكست والاس اثنين ريجستر راح يكونوا بنفس الطريقة إني أنا هذول التنين بدي أصفرهم حلو طبعا ممكن أنا أشتغل بطريقة تانية مختلفة إن أنا أعمل الريسيت مباشر إنها تروح زي ما هو بشتغل هنا مثلا في الريسيت تروح بعبه في الريجستر بس المشكلة فيها إنك أنت بعد هيك إذا كانت النيكست ستتبعتك بتعتمدش على الريجستر بشكل مباشر راح تضرب الدنيا عندك فبدك تصفر بس الريجستر بش مشكلة دك تصفر الريجستر برضو فيش مشكلة لأنه ما بنحفظ أي ستت لا الريجستر هلو أما غير هيك الاس واحد ريجستر راح يكون عندي بساوي الاس واحد نيكست والاس اتنين ريجستر راح يكون الاس اتنين ميكست طيب هلقيت إيش الاس واحد وإيش الاس اتنين وإيش كل هذي القصص طبعا في شغلة هام في الريسيت لأنه الريسيت فقط يعتمد على الريسيت هلقيت باقي الشغلات اللي أنا موجودة عندي هتكون بسيطة وأصلا ما بتحتاج أي نوع من أنواع إنه يكون في عندي بروسيس أو غير هيت من الشغلات كل اللي راح أعمله أنا إنه إذا الكاونتر وصل عندي منطقة معينة خلص راح أروح على أزود على هذا الكاونتر وأخلي النيكست تبعي لا الاس واحد بزيادة واحد والنيكست التاني راح يكون بزيادة واحد لما هذا يصل لمن لحديث العشرة طيب كيف بدنا نشتغل على هذه الشغلة لو إحنا يجينا وقلنا إنه الاس واحد نكست هتكون بتساوي اس واحد زائد الاس واحد ريسيت زائد واحد وين هنا طبعنا بفعل نشتغل على الوين لأنه في عندنا بروسي صارت وين الكاونتر بساوي الزيرو الاس هتكون اس واحد ريسيت تمام هل قيت إيش راح يصير هانا اللي راح يصير إنه مش راح أعمل أنا درايف للكلوك تبعت هذا وأسيرعت المدلاء كله بشترع للكلوك الوين كيلو هيرتز بس هذا راح يتزود على النيكست تبعته بس في منطقة واحدة من الكلوك اللي هي لما يكون الكاونتر تبعي بزيرو راح يكون طبعا في عندي كلوك إج وراح تكون هادي الريزنج إج جاية في المنطقة هادي هل قيت الاس اتنين نيكست راح تكون برضو في الكاونتر لازم يكون زيرو لأنه أنا راح راح أعتمد عليها راح أعتمد إنه الكاونتر زيرو معناته إنه أنا خلاص بديت أعد من أول وجديد لشغلة معينة بس الشغلة التانية اللي بدها تكون صحيحة اللي هو إنه الاس واحد رجستر إيش بدي يكون أما بالنسبة لإلنا هنا في غلطة واحدة اللي هو إنه إحنا بعد ما نزود ما بنصفرش هذا العداد نهائي يعني ما فيش أي منطقة بدي كل منه آه والله خلاص تصفر ما انتهينا منك أو أي إشي كيف بدنا نعمل لو إحنا رحنا مسكنا هذا السطر نسخناه ولسقناه تحت هيصير في عندي مشكلة إنه أصلا تو سيجنال نفسه بتعملها الساين مرتين فبفعش راح يضرب البرنامج مش راح يستوعبها دول الكواد ما بمشو سيكونش على دول يا شباب بشتغلوا برر الكل طيب هنكون بنزود في الوين تبعتنا يعني هيساوي الزيرو هيزود عليه بواحد لما الكاونتر بزيرو بس قبلها بدي أقول إنه هذا هيكون بصفر لما الكاونتر تبع بزيرو يعني هيك هقول هذا هيرجع للصفر وين الكاونتر تبع بزيرو أند مين أنا وصلت عدادي الأس واحد ريك بساوي تسعة طبعا هنبكتوا برقام عادي لنا معرفهم أنساين جيت هانا هاجي أقول إلس نعتمد للإلس فوق هيكون بساوي الرج زائد واحد وين بس الكاونتر بساوي زيرو إلس هيكون بساوي الأس واحد رجسطر يعني هصفره إذا الكاونتر تبع بساوي زيرو يعني أنا المفترض هل جيت أعيد للعشرة بس أنا واصل تسعة فمعناته مفعش أعيد للعشرة وراح أكون أنا بأقول أزود على حالي واحد لما الكاونتر يصل لمن يدى صفر غير هيك راح يضله في نفس قيمته الحالية الأس اتنين كذلك نفس الإشي هراح أزود عليه واحد لما الكاونتر تبعي يساوي الصفر والأس واحد رجسطر وصلت تسعة يعني خلص عد راح يكون بتزود عليه واحد غير هيك راح أضلي في نفس القيمة تبعتي طبعا في لسه أنا مشكلة إنه هذا هيعد أكتر من الستين بعد ما نمشي لا الدقائع يقرح نشوفه خلينا نعمل كومبايل ونجرب نعمل سوميوليشن ونتأكد إنها الثواني عنا شغالة طبعا هنا نعمل كبال اسمه نيكس ستيت لوجيك هادي اللي هي الريجستر اللي عندنا أما هنا الأوتبوت الأوتبوت راح يكون بس هعمل كاستنج لأسلي دي لوجيك فيكتور لا الأس واحد رجستر وكذلك في الأس اتنين أس اتنين بس بدأ طالحه ما بدي عش أعمل أي شي يعني ذكي ذكي كرد الأن ساائد ما بساوي انتجر تصدار أوكي بد ابس عملها صفقة قيمة فابتة ابدي احطها كلها اصفار عرفش ازاي رح تزبط زي هيك معنا. وهانا رح تكون نفس الاشي. لانه مش رح يقرق يمسك الرقم نفسه ويخطه. وهانا نفس الاشي رح نغيرها بالاغلب. بس خليني اتأكد. ليش هان يا شباب لانه لما انت تحط له رقم رقم مباشرة لو مقارنة بقدر يحول من هذا لهذا يعني بقدر يارف انه هذا مثلا بقدر امسكه وحاول الرقم وقارنه في بعض. بس لما احط الرقم مباشرة وحطه كقيمة بقدرش يحولهم ليش لانه ممكن الرقم يكون اكبر من اصلا اللي بيحتوي. يعني قديش القيمة اللي انا بقدر احطه فيها. فبقول لك فشلت فشلا دريعا. حاول انت را عيني. طبعا بتعرفك بالطريقة الطبيعية للستاندرد لوجيك. انك تعرف كل الاثرز تبعونه بصفار بيتس او بتجارة تقول to unsigned. وتحط الرقم تبعك. وتحط قديش الويتس تبعك. وهكذا. هيك عمل لانه كومبايل. وانشوف السيميوليشن. تبعنا. تبعتي انا شارط عليها تكون وان كيلو هيرتس. المفترض هل جيت عندي الاس واحد والاس اثنين يطلعوا كارقام بي سي دي. يعني كتيجي تحشرية. طيب اشوف احبدي اعطيكو الف عافية. ايه. صحيحي قسة وانا جاعة بدور عطريقة نعمل لكل اشي يعني الى الوقت. فراح نضطر ان ضدنا على البيكو سي كمت. ايه. عشان نعمل وان كيلو هيرتس تبعيتنا. هيسلنا هيك نانو. واحد اثنين ثلاثة. مايكرو. واحد اثنين ثلاثة. ميلي. خلاص هيك منافل نحنا وصلنا لانه هاد البيريوت. تايم. يفترض ان نحنا هيك صحيحين. طب. الريست تبعتنا عملنا نحنا هيسلو. هيسلو. اوكي. هي بدعمل سميوليت لون ميلي سكند يعني ثانية. ها مرا. ايه. ازا طلع عندك الزوم كبير هيك. فلا منزم كاش انت هيك. فانت بتعمل هيك. بتشوفه. تشوف كل الارقام اللي عندك. لو انا عملت كمان ثانية مش رح يصير ولا اي اشي. لو انا رح تعملت فورس. لهادي. واحد. خلاص بطلت عمل ريست. هعد. هلاقي عندي هنا صار في عد ثانية. اللي هي باول بداية عندنا بعد ثانية. يعني ما بعدش صفر. بروح بكتب ثانية. خلينا ها ننطلع عليها كرقم ديسيمال. ونقول هيك هاي ثانيتين. هاي ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. طبعا هانا كتب سائل بتمانية لانه احنا بالاغلب. نقول انسايند. انسايند. تمانية. تسعة. هل قيتها مش رح يعمل عشرة. رح يقول واحد هان وصفر هان. فمعناتها صارت. العشرة عبارة عن غزة. في الاربع بيت هان واحد. وفي الاربع بيت هان صفر. طبعا لو زودنا. اي بعد الثانية. داعش اتناعش تلتاشة. 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 وهكذا رح يضلوا يعمل معنا ويعد الى ان شاء الله ان ينتهي. طبعا. لو وصلنا لهان. تسعة وخمسين. هيعد ستين. بس وفيش عندنا ثانية اسمها ستين. لقيت لو حملنا هانا الريست. بصفر. مشينا. رجع كل اشي تمام. نرجع هادي لواحد. هايو بدى اعد هنا. واحد اثنين ثلاثة واحد كما. معناته. الدزاين تبعنا صحيح تماما. فيش في اي مشكلة. العدات تبعنا بعد صح. بعد ثوانية بالمية. المشكلة الوحيدة في عندنا بشغلة واحدة. اللي هي بصفرش. بدنا نبدأ نصفرهم. وبدنا نبدأ نحسب حساب الريجستر الثانية. اللي تبعه. المينتز والاورز. هقول انا. عندي هنا. ام واحد رجستر ام اتين رجستر ام واحد ام اتش واحد اتش واحد اتش واحد اتاتاتاتا. هلو. ونحفظ. طبعا بالاغلب الكود رح يكون نفس الالية. بس رح تكون فيه عندنا شروط تانية. يعني مثلا لما احنا نيجي. بدنا نعد الثواني. انه هل وصل للستين. ما وصلش للستين. ممكن نعمل هان تسهل علينا. بنصير نعمل مثلا. اند 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 اند. وهكذا. نصير اسهل علينا الموضوع. ممكن ما نعمل اش يعني عادي جدا. مثلا. مثلا. خلينا نبدأ اول اشي في المنطقة هادي. اللي هي فيها مشكلة. لقول. ادرز بدو يساوي. صفر. وين. هلقيت. انا رح اصفر هذا العداد. وقت ايش. هذا لما كان الكاونتر تبعي بصفر. وي. الاس واحد كانت بتسعة. يعني. انا صفرته لما خلص. انتهى العداد هندي تماما. انا هنا رح اصفره نفس الآلية بالظبط. بس مش بس عقد انه انا. السج واحد رجستر بتسعة. لا. ام. السج اثنين رجستر بدو يساوي. الخمسة. يعني عند التسعة وخمسين. بعملش ايش ايش. اقول صفر. لانه ما فيش عندنا ثانية اسمها ستين. تمام. الوكتوب الالس. اللي هو منقول اننا بدنا نجمع عليه. وين. وقت ايش انا رح اجمع عليه. لما انا بكون. في الكاونتر زيرو. اللي هو الكنديشن تبعي. اننا بدي اعيد ولا بديش اعيد. طبعا هذا ممكن نعرفه كابولي وخلصنا انه يصير دائما هنا اتمل عليه. بس مش المشكلة يعني. وانه الثواني تبعتي وصلت للتسعة. غير هيك. راح انزل زي ما انا بدون اي مشاكل. هلو. هالجيت. بدي اعمل انا سيجنال ثانية. معناها انه. خلص يعني وصلت مثلا انه. انا خلصت الثواني. والدقايق. بالكلوب فالس الجاية. مفترض خلص. انا انتهي. لانه بديش انا اقول اربط هالجيته. في كود. الدقايق اني اقول والله اذا. ثواني بتسعة. والتاني. بستة سوري. والتاني. بخمسة. بعدها بعد انا. لا. بدي اعمل شغلة معينة انها تصير حفظة. انه والله انا انتهيت من هذا الموضوع. يعني خلص انا صارت عندي هادئ. الدقايق معروف انه خلص انا خلصت انا في اخرة جيجر ايدي. فممكن انا عرفت زي هيك يا شباب. وحطيته في. برضه فيش مشكلة ليش. لانه قلنا انا عرفت زي هيك يا شباب. وحطيته في. برضه فيش مشكلة ليش. لانه قلنا مش مش سيكوانشل هادا بيمشيش سيكوانشل. لا بيمشي طبيعي جدا. لانه ما الو داوة في حاجة اسمه سيكوانشل ومش سيكوانشل. هادا كله بيمشي برالل مع بعض هادا هاردوير. تمام. وزابتكم عشان لا شبتلكو هاين اخليها هنا هيك. طيب بعد هيك بدي اقول انا عندي الام واحد نيكست اللي هو المنتز هيساوي. طبعا هكرر المنطقة اللي هانا. اللي هو تبعت. ام واحد. بيساوي. بتساوي الصفر. و ام اثنين هيساوي الصفر. وا 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 وا. ام واحد ام اثنين ام واحد ام ام اثنين. عشان ننجل المنتز لوضحهم الطبيعة. تمام? المنتز هادولا هيكون باعتمد نفس الطريقة بالزبط يا شباب. واحدة بتعد لالتسعة واحدة بتعد لالستة وبعدها بتنجل على اللي بعدها. حلو? هننسخ تقليبا نفس هادا الكود ونعدل ايش? الاشياء والشروط طبعتي. اول اشي انا هلجيت في مرحلة كاونت يعنى انا خلصت انتهيت. تمام؟ بس الكنديشن اللي عندي هنا. انو انت. اني فنش ملت. يعنى انا خلصت بجيجا كاملة. حلو? اه. سوريا انا مش مش راح اصفر لما يكون فنش ملت. راح اصفر لما يكون كاونت و الام واحد هتكون بتسعة يعني خلاص انتهت ما فيش مجال بس كمان على ذلك لانه بديش تكون الساعة تسعة وخمسين دقيقة وبدأ يعد اللي هو رح صفر للتسعة لانه خلاص وصلت تسعة والكاونتر صار بصفر لا لازم يكون برضه مخلص من دقيقة كاملة قبل ما اقلب على السطر جيت في الكاونتنج هيكون نفس الحاجة لازم انا اكون اعمل كاونتنج يعني انا عند الكاونتر حاليا اللي هي شغالة هتشتغل الكاونتر هذا وتصير صفر كل ثانية بس الكنديشن تبعي انه كل ثانية انا بتأكد من هذا الاشي بس لازم اكون انا في نهاية الدقيقة ليش كل حاجة في الساعة شفاء بتشتغل عني على الثانية عوقت الثانية الساعة تتغير عند الثانية معينة مش تغير عند دقيقة معينة لا كله عند الثانية فعشان ايك احنا دائما ان الكونتر اللي بعد الثواني هذا دائما هتلاقوه حاضر كل الكنديشن تبعتي وهادي طبعاً راح تكون بدل أس واحد رجستر هتكون منت واحد وهادي منت واحد منت واحد منت واحد هيك احنا خلصنا تقريباً من أول عداد للدجائج لو نسخنا العداد الثاني لالثواني لأنهم الدجائج والثواني زي بعض كلهم تسعة وخمسين راح تلاقوا أنه الشغلة نفس المبادئ يعني أننا لما بدي أصفر نفسي بدي أكون أنا خلصت دقيقة بس في عندي كمان شرط أنه أنا اللي هو هلقيت هنعرفه متغير هانا جديد نسميه يعني انتهيت من الساعة كاملة لما يكون عندي المنت واحد رجستر بساوي تسعة المنت واحد المنت اثنين رجستر بتساوي ستة خمسة تمام؟ فرح تلاقوها أنه نفس السيستم بس جاعد بعيد نفسه هجلب أنا لما تكون خلصت دقيقة وخلصت الساعة راح يرجع يصفر عندي العدد اللي هانا غير هيك راح أنا أزود إذا كان أنا خلصت دقيقة أن المنت رجستر واحد تساوي تسعة غير هيك راح أضل في نفس الإشي يعني لازم أكون خلصت دقيقة وعشان أقدر أغير دقيقة لازم تكون آخر إشي في الدقائق الخانة الأولى اللي هي أم واحد راح تكون تسعة فأنا راح أزود هانا واحد حلو؟ نعمل ونتمنى أنه يكون البوليان اللي عنا صحيح نعمل ونتمنى أنه يكون طبعا هانا هانا أول شاشة أوكي فنش أور ما عرّحناها هنقول سيجنال فنش أور عبارة عن بوليان هانا الفنش منت وفنش أور معناتها يا شباب لما أنا أصلت تسعة وخمسين ثانية فأنا خلصت ون منت والفنش أور لما أنا خلصت تسعة وخمسين دقيقة فأنا خلصت دقيقة طبعا نفس الحاجة هتلاقوهم هانا وهانا بس الأشي إنه بكبر يعني بدي أعمل هان سطر البوليان تبعي لم يتتعرف لأنه كاتب سيجنال غلط هليني اتطلع في الكود مع بعض ونقارن الأشياء مع بعض هذا ببيني يا شباب حلوك البي اتش تيل لأنك لو بدك تعمل هذا الدزاين كان انقلب راسك حاليا وانقلب راسك من البي اتش تيل وانقلب راسك من البي اتش تيل بس كان انقلب أكتر الفكرة هاني يا شباب إن أنا بكل بساطة هقول له يا سيد العزيز كاونتر هذا صفر معاتها إنها جيت إيجا الثانية الثانية يا سيدي هادي عندي الام واحد تسعة وكمان أنا خلصت دقيقة كاملة فمعناته إن أنا هتصفر غير هيك إذا أنا ما عملتش ولا هدول بس كنت عندي الكاونتر جاية ثانية جديدة وأنا خلصت دقيقة كاملة فهزود عدد دقائق واحدة يعني خلصت أنا دقيقة غير هيك هضل زي ما أنا أما في الثانية راح أعمل نفس اللي عملته في الثانية إنه إذا أنا خلصت دقيقة وخلصت ساعة راح أصفر حالي غير هيك ها راح أزود ع حالي بواحد إذا أنا خلصت إيش دقيقة و الدقائق حاليا بتساوي تسعة غير هيك راح أضل الثابت زي معنا نعمل 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 ما يعطي السيميوليشن طيب نيجي السيميوليشن تابعنا هي الكلوك نفتحها نحن علينا باللسان نمسك حاليا بدنا الكلوك والرئيسيت الكلوك والرئيسيت والساكنتس والمنتس خلصنا عم هدولة العملها هتكون واحدين تلاتة واحدين تلاتة هادي الكلوك الوين كيلو هيرتس أنا جايب بكتب هنا بالاغلب فيها طريقة معينة نكتب غير نكتب لأنه هنشافة كأكتبها كفريكونسي بس مش بصدد ان اتعلم في الموديل سنجل او صدد ان انا نفهم بي اتش دي ال اكتر طيب هانا دعم الميلي سكند الف ميلي سكند هاي يعني ثانية هانا في عنا مشكلة في الري سيت اطلع على الري سيت تبعتنا اما واحد رجستر بساوي الصفر اما اثنين رجستر بساوي الصفر بس احنا ما طلعناش رجستر هادولا هاده تكون ام واحد و ام اثنين وهادي ام واحد وهاي ام اثنين شايفين يا شباب هادا ستظلوا ان انشه هاي اذا ما احد يشتغل فيه لانه فيش احنا ما طلعناش السيجنلز هادول ضايلين سيجنلز مخزني في الكمبونات تبعتنا يعني جوا في عندنا رجستر طبعا النيكست هادا رجستر فعلا يعني هادا النيكست هادا تكون هو الى داخل على الرجستر اللي احنا هانا رجستر منديره في القلوك. هنا نعم ندير الـ next state. هنا نطلع الـ output تبعنا. ويانا نفس الـ state. طبعا لو انت مثلك تعمل مثلك تعد عادي والـ output تبعك يجسم ممكن يطلع الـ design تبعك أسهل وأسرع. بس التكسيم بشكل عام مكلف بنا عشان يتبعد عنه. tools هي رن. simulation. وين ننتظر بفارق الصبر ايوالاخوة ويفتح المودل سم ويعلج الجهاز ونفتح الورت نفتح تبعتنا ونستنى عليه بس يعلج عشان يبطل المعلج وناخدها دول كلهم تبعتي زيتوة وحكين تلاتة وحكين تلاتة واعتين تلاتة واعتين تلاتة في هنا صفر هلو الريسيت تبعتي راح احط لها زيرو عشان اعمل وراح امشي لمدة واحد سكند ونشوف نبدأ هان في كاني متخربط في الكلوك لانه الكلوك مش المفترض اه اوكي شايفين الاسكيل يا شباب تبعي كبير كتير فانا راح اعمل اسكيل هان هيك عشان نبين لانه مبينت من الكلوك يعني انا معي طيب حاليا بدي اقيم الريسيت تبعتي هاي الفورس نبو احد نعد زيتوة ثانية تنتين ثلاثة نحول هدول لها بس انسايند هاي انسايند انسايند طبعا ليش اخترت بي سي دي لانه يا شباب في كتير شاشات بي سي دي يعني انت بتقدر تشتري اي سبين سيجمال تسبلي وتشمكها مباشرة راح تطلع معاك النتائج حلو؟ هدل الله هانا تشتل معي خلينا نمشي عشر ثواني عشر ثواني عشان نصل لحديت هاي وصلنا كأنه اكتر من عشر ثواني خلينا نمشي مع بعض عشان نبطلع في الغلطة تباعتنا لانه هانا المينتز ضربت عند التسعة لما كان في عند التسعة ثواني صارت عشر ثواني فتزود على الامتو معانته في كودنا تبعي الامتو ايش خلط نتطلع فيها امتو تعتمد على سكند اثنين ريجستر وهذه هي غلطة افطرط تعتمد على منتز اثنين ريجستر وهي على منتز اثنين ريجستر لانه اذا كانت على شباب لما نعمل كما مرة لان هان نسين وحطين لما نسخنا الكود زي ما هو سكند سو بده يعتمد على ريجستر تبعه عشان يزوي غلق قيمة زي ما هي وكذا طبعا شباب بيين الكود كبير وان احنا قاعدين نكتب كود وولع معنا بس هو بس عشان الشاشة مكبرة كتير بس سهولة حتى الان يعني ما وصل ما 78 سطر فيش فيها اشي هادي بس بتهمل وهادي بس بتفعص كونديشنز هبلا عشان نشغل ساعة نفتحها وينتظرها بالما يعلق وناخذ هذول هنا ونقول انه عندي اول اشي بدعم واحدين تلاتة واحدين تلاتة انت وهادي بدعم انا الريسيت وان نندي سكند نمشي سوري تبعي طبعا بيين من هانا قديش ضارب من كيف الكلوك تبعتي لان انا مشيت وان سكند نفترض الكلوك تبعتي تكون ماشي الف نعمل هيك وهيك مية المية نبدأ يا اخوان نجيم الريسيت تبعتي فورس واحد ونمشي هاي ثانية اثنين ثلاثة نحولهم بس لا عشان نشوف بعينينا اسهل طبعا هاي نمشينا للخمسة خلينا هجيت نمشي عفر ثواني المفترض خمسطعش خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة واربعين خمسة وخمسين هالقيت بديش عمشي ثواني بديش عشر ثواني بديش ثانية ثانية هاي ثانية ستة وخمسين سبعة وخمسين تمانية وخمسين تسعة وخمسين مفترض هالقيت مكتوب ليش ستين يكتوب لي صبرين ومفترض الام واحد تكون تغيرت لواحد بسم الله هيه زبط معناته عدت تسعة وخمسين وهانا عدت دقيقة تمام؟ طيب خلينا نمشي عشر ثواني ونحلق عشر 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 ثلاثين اربعين خمسين مية المية عشر 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 ثلاثين اربعين خمسين هاي ثلاث دجايج طبعا الموديل سيمي شباب تقدر تعمل فيه موديل سيميوليشن تقريبا لخمس ساعات حسب ما هم كتبين في تباحهم يعني بس بدون تايم سكيل لو عمل تايم سكيل تقدر تعمل اكتر بلخلاف طبعا انت بتقدر مثلا تعمل ست لشغلات معين عشان وجد اها هيمشيت بعد التسعة اذا لاحظته صار في عنا عشر دجايج هالجيته خلينا نمشي باسرع بدي امشي مية ثانية مية ثانية مفترض دقيقة واشي دقيقة واشي امشي تلات دجايج واربعين ثانية صرنا خمس دجايج وعشرين ثانية سبع دجايج سبع دجايج واربعين سبع دجايج وعشرين هيصار في عندي عشرين ثانية لو بدنا نمشي اكتر بدنا نشوف بس انه هل هيمشي لليه دمشي لدجايج يعني تسعة وخمسين دقيقة طبعا كل ما كبرت الرقم يا شباب هتعلق اكتر هيطول معك السيميوليشن هيك ماشيين منيح لحتى الان هاي احنا وصلنا تسعة وخمسين هاي تلاتة وخمسين دقيقة خمسة وخمسين سبع وخمسين ثمانية وخمسين وطبعا ما فيش حاجة اسمها نرجع هان تبعنا ثانية راح نطول شويه مش كتير هاي ستتاش خمسة اربعطاعش هل مفترض تكون صفر 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 غلق هل في حاجة احنا لدينا ثم صفر صفر اه في حاجة ثم صفر 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 المفترض لدقيقة اللي قبل هادي تكون 59 وتسعة وخمسين الثانية اللي قبل هاي فعلاً 59 وتسعة وخمسين طبعاً بالكونديشنز اللي كتبناها صحيحة انه كنا منعتمد انه خلصنا دقيقة خلصنا ساعة خلصنا مش عارف ايش بنصير اوضح طبعاً اوضح انك تكتب هادي فوق عساس اللي بقرأ الكود لما يقرأ فينش اوار يارف انها موجودة فوق مش انها تكون تحت بس انا عشان فرجيكنهم كلهم بيشتغلوا خليتها فوق خليتها تحتيها وهادي رح انقلها هنا وبهيك يا شباب احنا خلصنا الساعة كعداد للدقايق والثواني بس انا مش عجبني اشي معين بدنا نكمل اوارز نكمل اوارز هنكمل اوارز عشان خاطركم هعرف كمان واحدة هنا نفس النظام سيجنال سيجنال فينيش دي بوليان الفنيش دي هتكون تتعرف بالطريقة التالية هتخطف شوي انه لما نخلص يوم الاورز واحد الاورز اتنين هذي هتكون تلاتة وهذه هتكون اتنين يعني الساعة تلاتة وعشرين لانه فيش عنا ساعة يسمو اربعة وعشرين حلو؟ طبعا هننسخ نفس الكود اللي هن هنعدل عليه اتش واحد نمسك اي ام واحد ونغير على اتش واحد اتش واحد و اتش واحد ونرجع نراجع الكنديشن ستبين اول ايش بدنا تكون عدينا ثانية خلصنا من ثانية و عشان نعمل و الاتش واحد اه خلصنا تسع ساعات انهو بعد تسع ساعات خلص هيعد احنا عشرين لعدين من عد عشرين بغض النظر بس لحديد تلاتة وعشرين و مش finish minute لان انا هجيت بديش اقول ان انا finish ان انا خلصت minute لا بدي اقول ان انا خلصت minute و خلصت hour يعني and finish minute else اني انا هعد ساعة لما انا اخلص hour و خلص دقيجة يعني لما انا اكون نهاية دقيجة في اخر ساعة يعني الساعة تسعة وخمسين وتسعة وخمسين هزود الساعة تبعتي بواحد غير هيك هضل لي زي ما نتابق طبعا هانا نفس الاشي h2 وهانا h2 وهان h2 هكون ان انا خلصت ساعة و دقيجة و يوم يوم لانه 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 اعمل reset لانه اخلص يوم يوم كامل يكون مخلص و عمل reset تمام بس فيها اضلها هنا مشكلة هل جيت هنحكي فيها ان لما انا اخلص هنا يوم عندي معناته ان انا لازم اصفر برضو هنا لانه مش تصفيرة عشرة هذو هل جيت هنحكي فيها طيب وهان اكون ان انا خلصت منت كاملة لازم اكون انا خلصت منت كاملة عشان اقدر اعد بعد هيك كلها كمان دقيقة و بدي اكون انا يا صديقي خلصت ساعة كاملة غير اني خلصت بجيجة خلصت ساعة عشان اعد في الخانة اللي بعدي تمام هل جيت المشكلة هان في كلهم محتاجناش نعمل ريسة للاولاني بناء على انه وصل النهاية ليش لانه هيكون عند الستين هي ستين فهو نريدي هيعمل ريسة عشان نوصل العشرة بس في الساعات يا شباب في عندنا مشكلة اللي هي انه اخر ساعة تلاتة وعشرين مش التسعة او اشي زي هيك لا هتكون اخر ساعة تلاتة وعشرين فالكونديش انتبعنا بيقول اذا انا وصلت التسعة هامشي بس هذا كونديشن عشان اعد صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهقلب الى الصفر بس في جلبة تانية عندي اللي هي وكتيش لما انا اخلص اليوم وتكون خلصت يعني ان انا خلصت يوم كل تلاتة وعشرين ساعة هاعيد نفس هذا الكونديشن بالزبط يا شباب بس الفكرة فيه ان انا بتضفع ساعة لما انا اخلص ساعة واخلص يوم هتكون هادي الاتش اتنين ريجستر هتكون بتساوي اتنين اند الاتش واحد ريجستر هتساوي ثلاثة هيك يا شباب انا بكون وصلت الثلاثة وعشرين ساعة الثلاثة وعشرين فانا لازم اعمل لحالي نتطلع في الكونديشن عديت انا وصلت ثانية الساعة عندي الجزء الثاني منها اتنين والجزء الاول اللي انا بعدلها ليه اللي هو انا ابتلاتة يعني الساعة ثلاثة وعشرين وخلصت ساعة وخلصت اخر دقيقة في هذه الساعة حلو فخلص انا هيك راح اصفها طبعا في شغلة تانية انا اكسر عنا ان انا لازم اكون مخلص ايش ثانية وين حطناها هاي دي كاونتر مية المية يا شباب هيك بنكون خلصنا نعد ثواني واساعات ودقائق بس في مشكلة واحدة وحيدة اللي هو انا مش عامل سميليشن لهذه الجيتة لانا هياخد وقت خاصة ان لو بدنا نمشي للثلاثة وعشرين ساعة بس يصد الساعة يصد الساعة وحيدة ان الساعة تبعتي بالتزمها اربع تمنيا معش عشان تطلع بدي اربعة وعشرين اوتبوت طبعا هذا يا شباب كتير كتير ما بنفعش يكون عندي اربعة وعشرين اوتبوت عشان اطلع الساعة يعني غباء متذكر في الامبادت سيستمز كنا بنعمل درايف لديس بليز بطريقة معينة انه قولت لنا هذا يعني لنا انا المفخي وكل هي اتباريها الي بوسر بوسرا بتخيل كتير قريبه كلهم اتباعي استمنحى البص اقباط ؟ unaقبل شوي طليل معناه كم ؟ عشرين عشرين en agora راح يطلع عنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة سلاك بس و راح اقدر اتحكم في كلهم طيب كيف نعمل هادي الشغلة يا باش مهندس اول ايشي بقول لك بتعمل كنترول اي كنترول سي بتروحها فايلز واد نيو فايل هاي نيو بدي اقول في اتش تي الفايل هعمل كنترول في لكل الكود اللي مكتوب هان عشان هنبدأ نعدل عليه هناك هادي بدي اسميها وهادي الانتكي بدي اسميها وفعلا اكتب عليها لا بستة هادي الكلوك هتبطل زي هيكة هيكون في لها الكلوك والريست لان هدول بيلزموني دايما يكونوا موجودين عندي همسح هيك وهمسح هيك ونبدأ نقول نعرف ايش اللي بدي اقول هادي الاب ستة وهادي بدي اقول ديس بلاي كلوك ها تعرض عالشاشات طبعا العرض راح اعمل انابل لكل واحدة من هدول وراح اعمل اول ايش ها ايش بي سي دي اوت هاي اوت استي دي لوجيك بكتور من ثلاثة داون تو زيرو لانه هو هيك عندي حجم البي سي دي راح اقول انه عندي اي واحد اي واحد اي اتنين اي تلاتة اي اربعة اي خمسة اي ستة ايما بعرفهم فيكتور وبتعمل محهم ايما بتعمل محهم كانهم كلو 꽘ة لحاجة يعني بقدر اقول اي واحد اوت استي دي وو جيك ونعرف الابتية تبعونا اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فهم ستة شاشات خلص بلزمناش اكتر من هيك تمام بقدر عمل زي هيك مشكلة الوحيدة في هذا الاشي ان لما اصير بدي اطفل واحدة وانجل على الثانية هيصير يغلبني بقدر اعمل بدل ما هو زي هيكة لس هو بالاخر راح يتزمن اني اكون بعرف انا في اي شاشة حاليا بعرض لاني راح اخذ منها الاوتوت بقدر اعمل فيكتور واكتب فيه مثلا اللي بتهوى بتقدر انت تعمل وما عنديش اي مشكلة بده راجع انا على الاسلوب هيك لانها بالنسبة لاني مقصلين عن بعض هم انا بالواحد لدي كودر واحد مقترب طبعا بنقدر نختصرهم اكتر لان احنا عارفين انو شاشة واحدة هادة بس اللي شغال فانت لو بدك تحكي عن شغلة بتعد من واحد لخمسة من صفر لخمسة اكتب من بت بدك ثلاثة فانت ممكن بدل ما هم ستة تخليهم ثلاثة وتطلع هذا كاوتوت على دي كودر خارجي وهو اللي يشتغل عشان نحافظ عقدش عندنا امبوتس واوتوتس في البي في البي الدي نفسها والف بي جي اي حلو هن راح يطلع الاوت بس راح يكون لكل الشاشات مشبوك هانا ينابي المر لكل شاشة من الشاشات اه بدي اعمل اه خلصت هيك انا ما بلزميش اي اشي بتاتا للشاشات راح اعمل عندي اه متغير عشان اعرف سيجنال سيجنال عشان اعرف انا باي شاشة اعرض هلا عرض الثواني الدجايج الساعات اللي هي اللي انا بدي اعرفها انقول انها ايش نسميها ايش ممكن نسميها اوكي اللي هو تايد كذا 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 سيجنال ايش نقول واحد اتنين واحد اوارز واحد اوارز اتنين لاني راح امشي عليهم انا بالطريقة هاي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وراح تكون لالهم زي ما هي اذا بدكم نسميهم بنفس الاسماء برضو فيش مشكلة بعديها راح اقول سيجنال طبعا لما عرفهم زي هيك تايب على اني اعرفوا كرقم او اشي زي هيك بصير الاسنتزايزر نفسه يعمل له اوتومايزاشن راح اقول اني بدي سيجنال السيجنال هادي نوح ديس بلاي ستايت ده سمي ديس بلاي ستايت كلها كبتل عشانها تايب جلبها اسمها كارنت 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 او كارنت استيت وبدي اعرف كمان سيجنال نيكس سستيت هلقيت انا راح امشي فيهم امتباعا يعني كل كلوك بلس راح اخد من سيجنال معينة اللي هو مثلا عند الدجايق الكذا احطها على البي سي دي واشغل الانيبل الخاصة فيها لو بدنا نبدأ في الانيبل تابعنا هقول اي واحد هتكون بتساوي واحد الكرانت بتساوي اس واحد هتكون زيرو وننجلهم هدولة على البقية اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهدي اس اثنين هادي ام واحد هادي ام اثنين هادي اتش واحد هادي اتش اثنين يعني كل الفكرة اني راح اعمل انابل للي اذا تبعتك هلجيت هي نفسها راح ابدأ بروسس بروسس هتكون تاخد السي ال كي بجين انجد بروسس بجين هقول له انه اف اذا الريست اذا رايزين اج لا سيلكي انجد 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 اذ موقع اذا رايزين ايجد لا سيلكي انجد 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 اف هقول اذا Euyoc u criticizing اذا رايزين ايجد لا سيلكي بدها تساوي S1 else هتكون current state هي next state state end if وهنا نصلح حلو هل قيت يا شباب لما اعمل هادي لما اكون في current state راح احط اشياء تمام هل قيت الفكرة اني بدي امشي يعني بدي next state تنحسب next state يشباب راح تنحسب بسهولة وين سيلكت اي حاجة بدك اياها يعني عادي جدا وين وين سيلكت وين سيلكت وين سيلكت وين نشوف وين ايه سيلكت بي ايكول كذا بدي شيع هيك وين وين current state سيلكت سيلكت هتكون عندي next state بدي هتساوي طبعا هادي انا ليش اخترت هادي لانه هادي بيقدر يحطها في ملتب لكسر بدون معمل كنديشن لواحدة واحدة هقوله انه هتكون اس اتنين وين ال current state بتساوي اس واحد يعني انا بدي اقليب علي بعدها وبعدها فاصلة هتكون ام واحد وين اس اتنين ام اتنين اتش واحد اتش اتنين وهادي لما انا بالام واحد وهادي لما انا بالام اتنين وهادي لما انا في الاور واحد وهادي لما انا في الاور اتنين بدي ارجع على الاس واحد هيك عملت circular يعني ممكن اعملها هادي وين اضارز وهنا end with ولا بس سمي كولون سمي كولون هلو الفكرة في انه ال next state راح تكون اس واحد ازا هي اس واحد ام واحد ازا هي اس اتنين ام اتنين ازا هي ام واحد ازا هي ام اتنين ام اتش اتنين ازا هي اتش واحد بعد هيك راح ترجع تلف من اول وجديد وبهيك نكون خلصنا ايش ال next state logic تبعنا ضايل عنا شغلة اساسية اللي هي ال output تبع ال bcd احنا عملنا ال output تبع ال enable بس ما عملناش ال output تبع ال bcd خلين اول ايش نجرب هادا نعملوا عشان نبدأ نستوع بكيف ان نعمل ال output تبع the clock اه ولا ملايين هنا في السمي كولون وضعناها ولكن الغباء تبعي هادي وين سيلكت فهو اصلا عارف انه كلهم ال current state ففيش يساوي current state current state current state current state current state ما علش كنت بشرح اخذنا الشرح يعني with current state لما تكون current state بس 1 هتكون as 2 لما تكون current state بس 2 هتكون بس كتبناهم كcondition كone else مش كوث سيلك طبعا الوث سيلكت اخف بكتير اللي هي زي ال switch case هكينا عنها حاليا في السميوليشن بس راح نشوفه انهو بقلب بين الشاشات بس مش راح نشوف اي قيمة لا ال PCD راح تضلها دايما on assigned طبعا نشو مكانت ال clock تبعي هل قيت حطيتها 1 كيلو هيرتس او ما حطيتها يعني بالاخر اللي لانه بتطلع عليه مش هلا الاشي لانه في كل clock pulse بتغير لو حكينا مثلا في كان لازم نستنى تغير لوقت لحظة او شغلة معينة هادي يا شباب ما بتهمنا كتير هانا ليش لانه جد ما انت تغير بالاخر انت راح تغير ال output تبع ال PCD وال output تبع ال enable تجريبا مع بعض مش راح يكون في دي كبير زي ما بيكون في ال microcontroller حتى لازمتك ان تستنى شاية واجاتي تلزم علما تكون تشغيل عصره اعلى من هيك عشان ما يصير عندك محث بدل ما ه 있었ر عندك Le이�NotFClient لبس الفقري انك مش هتلاحظ مش ما بتلزم كاي liner وهى ال reset في المثال ستبعا هاي الصفر هاي ال clock نشغلها حاليا اشتغلت اول شاشة اضلت اول شاشة ليش لان اعمل reset اعمل هذه بواحد ثاني شاشة ثالث شاشة رابع شاشة خامس شاشة رجعت رجعت من الاول جيت معناتها صارت انها كل كل يشغل شاشة من الشاشات طبعا انت اذا بدك مثلا تعمل كل 30 كلوك يجلب عن شاشة معينة تقدر انك تعمل كاوتر ويستي الكوندشن تبعك تبع الو كوندشن تاني انه مثلا والله بعد ما الكاوتر يكون هالجد صار تقدر تعمل هيك فلو بس حاليا كل اللي بهمنا انه شغال بجلب بين الشاشات من كل شاشة والتانية الريسات فيها شغلة غبية انه بفضلهم على شاشة واحدة ضويها والباقي بطفيهم بس هو في العادة بس يعني اذا صار ريساتنا تعتامل الريسات تلاحظة معينة حاليا كيف ننشبك بالشاشة الكلوك تبعتنا في الشاشات هدولة احنا شبكنا بس غباء ده هنيجي نطلع على الكمبوننت هذا اخذنا اول اه اول مثال في المعمل الاول لمادة البي اتش تي ال كنا نستخدم كومبوننت من جوة كومبوننت بس كنا نستخدمه في بلجرافيكال يوزر انترفيسي نرسم مراسم. حاليا نكتبه في الكون. طبعا الموضوع سهل جدا يا شباب. لما احنا نيجي نطلع على اي مكان في الدنيا. هتلاقي طبعا كيف انت بتعمله. هتيجي تقول له كمبونات. واسم الكومبونات هذا تبعك. ايش هتسبع? ايش الاسم اللي موجود فيه? ايش اسم الملف اللي محطوط فيه? وتعرف من اول وجديد الانتيتي تبعته. تمام? يعني بالاغلب همسك هذا زي هيك. عمله كنترول سي. واجي في الاركتكتشر تبعتي. في التعريفات. اقول له كمبونات اكلوك از بورت ماب. واعمل البورت ماب تبعها بالزبط. خلو? عشان اعرف ايش كمبونات هتا بياخد شغلات هم دي. بنفس الطريقة راح انهي هادي البورت تبعتي. اه سيمي كولون هاي من هنا هنا. من النسخ. اده اودي هدول بس لقدام واحدة. هادي اقول له انت كمبونات. هيك يا شباب انا عرفت انه تعريف الكومبونات. لو انا عملت كمبونات هيك. راح يتعرف انه فيه كومبونات. بس انا ما عملت منه نسخة. يعني انا عرفت يعني عملت امبورت ده الفايل اللي هانا. بس هو مش بطريقة هاي هيك الفكرة تبعتهم. تمام? انت بتعرف ايش نفسه. بتقدر حتى تعمليه للشغلات الموجودة فيه. تغير مسميات معينة. تغير اسمه من هان لهناك. بس بالنهاية انت كتعرف الكومبونات. فانا عرفته زي ما هو موجود عندي. عشان ايك نسخة زي ما هي. بدون اي اداع ولا سقطها. طبعا السنتكس تبعت انك تعرف كومبونات يعني فيه كتير شغلات. مش بس اجد هات الشغلات. حتى انك تعمل منه نسخة. طيب. بعد هيك هالجيتة يا شباب بدنا نعمل. بدنا نعمل كومبونات فعلا. لانه ما فيش عندي. انا عملت. عرفت الكومبونات بس ما عملت اي كومبونات. بدي اسميها هنا عندي الكومبونات تبعي. مثلا. سي ال كي. لا سي ال كي مخبوض. ماي كلوك. هيكون الماي كلوك عبارة عن كلوك. بس هقول له بورت ماب. بورت ماب ايش يعني? يعني اشفق لي الاشياء مع بعض. وبالسنتكس هذة. طبعا بتقدر تقوله بالترتيب بدون اي شغلة معينة. واحد. سيجنال اثنين. سيجنال ثلاثة. بتقدر حتى تفلت منه شغلات معينة لانك بتكاش تشفقهم. بتقدر تشفق شغلات منه. وهكذا. طبعا ازا بدك تشفق في الترتيب. حطهم في الترتيب. يعني انا هشفق اول حاجة. في الكلوك عادي. الريست في الريست هادي. ممكن انا اقول له انه الريست. الكلوك تبعته في الكلوك هادي. الريست مثلا بديش حد يعمل له الريست. فرح انا اشفقها في الواحد. خلص. وح تكون الريست تبعته دائما واحد. هلو. الكلوك. الريست. طبعا الكمبوننت لشباب. نوعا ما. يعني انت شايف غبي السنتاكس. في كتير برامج دائما مع موضوع تاني غير انك تحكي عن كومبوننت. تقدر تقول هان انتيتي. وتقول كلوك. وهذا رح ياخد الديفولت انتيتي اللي موجودة هانا. بس مش كل برامج دائما ها. اندي جربوها على اللي. انا مجربتهاش الصحيحة. الصحيحة الكوارتاس. بس جربوها. تمام. هلقي دخلين لشبك الشغلات. بدنا نعرف سيجنالز. زي ما هو معرفين هانا. عشان اخبيهم. واحفظ فيهم الاشياء اللي انا بدي اياها. عشان هاعرضهم فيما بعد. فرح اعرف هنا هيك عندي. سيجنال. 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 هتكون في نفس المجلسات. هادول السيجنالز. لازم يكونوا موجودين. لاني هادول راح استخدمهم. مع في الكمبوننت يا شباب تقدر تعرف شغلات اخرى من جوان. شايفين كيف فيه الكمبوننت وانت. راح اشبكهم مباشرة S1 M1 M2 M3 H1 لقيت هدول يا شباب كلهم داخلية حاليا انا صارت كلها شغالة اني عملت بس كمبونات منها صرت بقدر اصل واعرف ايش الاشيين موجودة فيها كيف انت راح تعرف ايش الاشيين مش راح تقول مايك لوك نقطة مش عارف ايش مش 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 مكتب كود احنا انا شبكتهم في سيجنلس السيجنلس هدول بقدر اقراهم خليني اعملكم بالاوليش انتكد انه مش سينتكس ارور جم ما نكمل يعني اتعجدت هالجيت هيضل في عنا هاد بي سي دي شوفوا البي سي دي ما اذهب اول اشي اوكي اه هانا يا شباب عشان امعرف هيك اسمعهم فطلع لي مشكلة فبدي اقول هادولة سي 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 وهانا سي 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 يعني مجرد 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 طبعا هادولة مش راح يملي فيهم مشاكل مبطرد لانه خلص هادف داخل الهم اسماءهم اللي حالهم مش اشي جوه المنطقة تبعتي وعمل حاليا هادول السيجنلس تابعوني بدي اعشبوكهم على الاوتوت اللي هو اسمه بي سي دي طيب يا بي سي دي بي سي دي يا سي دي هامسكو زي هيك كنترول سي كنترول في لانه هادا اوتوت بالنهاية شباب مش محتاج بروسس مش محتاج حاجة بي سي دي هيكون بتساوي الطبعا هابده من اس واحد اس اثنين اس ثلاثة و الأخير lemma اتنين واحد وهنا السيجنال اتنين هنا السيجنال واحد وهنا السيجنال اثنين ايش اللي راح يصير بناء على الترنت ستيت اللي هو انا اي شاشة باعرض اذا الشاشة السواحد راح اعرض السيجنال سي السواحد اللي هي موجود فيها السيكندس واحد واذا اثنين هاعرض اثنين واذا الثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية لحديد كل الشاشة التابعتين فكرة هان انه دايما هاد راح يكون في قيمة واحدة وحيدة اللي هي شاشة من الشاشات اللي جايان من اللي كلوك حاليا انا زغرت على دي الاوتوتس تابعوني من 20 ل 10 بس نعمل سيميوليت ونجرب نشوف كيف راح يطلع هل جيت راح تبطل تجرى كل الشاشات مع بعض زي ما كنا في السيميوليشن الاول لا راح تصير تجرى بس شاشة واحدة في اللحظة طبعا لما انت حاليا نشوف في هنا انه وورنينج نتطلع فيهم دايما اتش واحد رجيستر ريبو السايند معناته هانا هم تخربطين اه هانا يا شباب احنا مش مكملين كودنا لما عملنا تبعت اتش واحد اتش واحد اتش واحد اتش واحد اتش واحد مهم جدا نقرى الورنينج دايما اتش واحد اتش واحد سيف بديش هل جيت اعمل لكم باي لاشان ما يخطش مننا كمان وقت هاي نعمل السيميوليشن حاليا الشاشة تبعتي يا شباب هتطلع بس رقم واحد وحيد نحط اذا طبعا بدك الكلوك لحالها او بدك الديسيبلي كلوك اللي هو الشاشة كاملة مع كل قصصها الكلوك يعني كاملة مع الديسيبلي مانيجر اللي عملناه كارت الشاشة وبدي امسكها حاليا بديش بدي اخد الكلوك والريست و البي سي دي و الكرنت ستايت بديش اخد النيابل لانو النيابل ههارفوا من الكرنت ستايت هعمل لكلوك كما عملتها قبل هيك في الساعة الان كيلو هرتز واحدين تلاتة واحدين تلاتة اوكي الريست تبعتي فورس لا الزيرو راح اشغل لمدة ملي سكن ونشغل حلو حاليا بالدقين بالريست تبعتي هيرجعناها بواحد ونشغل انشغل 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 هذا البي سي دي كما نعرف انه انساين رقم انساين ونتطلع فيه يا شباب عن قرب حاليا نرجع لورا احنا مقربين كتير قرب كتير نطلع هنا يا شباب هنلاحظ ان احنا في الثانية الاولى اللي هي هنا اذا نلاحظين انه في عندي واحد وصفار كتيره نطلع عليه ايش بقول هذه المنطقة هنقول انه في الشاشة رقم واحد هارض واحد بعدها خلص انتهى الكنترول عنها طفت اناتبها صارت الشاشة رقم اثنين بصفر والمنت واحد بصفر والمنت اثنين بصفر والاورز واحد بصفر والاورز اثنين بصفر لانه هي فعليا معروضة انه على الشاشة اللي صار انه كتب صفر واحد وشغل الشاشة الاولى بعدين خلص طفاها وشغل الشاشة التانية وكتب صفر وطفاها وشغل الشاشة التانية وكتب صفر وطفاها وشغل الشاشة التالت وكتب صفر وطفاها وشغل الشاشة الرابعة وكتب صفر وطفاها و هكذا طيب نظلنا ماشيين لاخر السيميوليشن تبعنا احنا هنا ماشينا خمس ثواني خليني ندامشي لكمان اكتر يعني هيك وصلنا لسبعة عشر ثانية كيف ان عرفتني سبعة عشر ثانية نتطلع هان يا شباب في الشاشة الاولى كتب سبعة وطفاها بطل حال قلت يتحكم فيها كتب واحد في الشاشة اللي بعدها وطفاها بعدها كتب صفر 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 انت مش راح تلاحظه يا شباب المعجول مش عارف 3-2 هو اللي هو يا شباب لو احنا هي اخذنا اخر لاب عنا وكتبنا LCD او لا بي سي دي اوليش ده فرجيكم الشاشات يا شباب البي سي دي طبعا البي سي دي ستلاقوا درايفر موجود جدا هتلاقوا شاشات يا شباب بتاخد بس اربع بيت ومدموج فيها زي هدول الشاشات يا شباب بيكون فيها بي سي دي دي كولر يعني بياخد رقم بي سي دي ويكتبوه على الشاشة بس اللي انا كنت بدي افرجيكم يا اللي هي سيفن سيج الشاشات اللي زي هيك يا شباب هدول بتكون مثلا ست شاشات زي هادي اللي حكينا عنها هتكون انت بتتحكم هانا طبعا بتستخدم ون بي سي دي تو سيفن سيجمان دي كودر نص شكل ولا بتلات تلاف بتشتريها بتشبك هانا سلاكها وهانا المنطقة يا شباب بتصير تتحكم فيهم واحدة واحدة فبتصير ثانيا رضع الشاشة هادي وهادي وهادي هادي وورا بعض فببينه كأنه كونتينيواز كأنه الوقت معروض كاملا بس هو مش معروض الا شاشة واحدة كل كلوككاية هلو؟ وهانا يا شباب احنا اقتصدنا وهذا هو المبدأ في الفئة اشتهال الاشي اللي بدنا نتعلمه هانا كيف استخدمنا كونبوننت يعني انا هانا فش عندي اي حاجة ايه العلاقة في الساعة وحارفيا بس بيعمل منج للديس بليز يعني لو انا غيرت هدولة بدل ولا اي حاجة كيهم كانت كلوك وسميتها ديس بلي واحد ديس بلي اتنين ديس بلي تلاتة ديس بلي اربعة كزا خمسة خلاص هيسير كومبوننت جاهز عندي عشان اعمل ملتي بليك سنجل اكتر من ديس بلي بنفس الوقت وهكذا يا شباب بهيك بكون خلصنا اللاب ويعطيكم الف عافية شباب باعتذر عن الاطارة ان شاء الله تكونوا استفادوا اشتركوا في القناة